اختتمت فعاليات دورة الأسيوية لديبلوم المحترفين لمداربي كرة القدم والتي كانت قد انطلقت الشهر الماضي في مقر ندي التحيل الرياضية نظم الدورة التدريبية لاتحاد القطري لكرة القدم بتعاون والشراكة مع الاتحاد الأسيوية شهد اليوم الختمي الذي أقيم بمقر الاتحاد توزيع شهادة التقدير بحضور فهد ثاني الزراع مدير إدارة التطوير بالاتحاد القطري للعبة وإيريك مولر المحاضر الدولي الألماني المشرف على تقديم محاور الدورة النظرية والعملية دورة ديبلوم المحترفين التي استمرت على مدار شهر كامل ضمن خمس مراحل متثالية ضمت ما يقرب ستة وعشرين دارسا من أفضل المدربين حسب راي فايدة كبيرة لجل المدربين كانت فايدة كانت إضافة ناجحة على المدربين الكل وكانت أشياء جد إيجابية للمدربين على المستوى الفني على المستوى التكتيكي تبادلنا العديد من الأفكار مع العديد من المدربين والعديد من المدارس الموجودة هنا الهدف هو الحصول على رخصة التدريب لقد استغرق الأمر عاما كاملا ونحن ساعدون ببلوغ الهدف لقد كانت تجربة مميزة إنه أمر مفيد ورائع لكل المدربين الخمس وعشرين الحاضرين هنا ترجمة نانسي قنقر